قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين مرة ثانية يأكدون على القضية الخطأ يعني تعمدنا الخطأ وما قال مخطئين ليش؟ لأن الخاطئ هو الذي تعمد الخطأ المخطئ يمكن بالغلط إنا كنا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ماذا قال لهم يعقوب؟ قال سوف أستغفر لكم ربي والعلماء يقولون هنا فرق بين سأستغفر بين سوفة قالوا شو الفرق؟ قال لو قال سأستغفر معناته مباشرة رح يطلب من الله أنه يغفر لكم لكن سوفة زي شنو معناته؟ معناته أن فيه مدة زمنية اي مثلا وين مثلا القلم تقول سأحضره شمعناته أنت الحين بتقوم بتروح بتيب القلم مثلا من السيارة ولا من مكتبة بس إذا قلت سوف أحضره شنو؟ يعني ممكن باتر الأسر طيب قالوا لماذا أخر يعقوب عليه الصلاة والسلام الاستغفار لأولاده قالوا يعني هذا كأن يعني يعرض لهم أنه هو زعلان عليهم وشوي بيأدبهم أنزل أنا رح أستغفر لكم الله بس مو الحين بعدين أنتم تبعون على طول عقوب لي أديتوا كل هالسنين هذي خديته يوسف وقطيته وتأدوني والكلام وتأدون أخوه طيب ما الدليل هم كانوا يؤدون كذلك الأخ يوسف لما يوسف عليه الصلاة والسلام قال لأخي ابن يامين فلا تبتأس بما كانوا يعملون شو معناته كانوا يؤدونه يؤدونه ممكن بالكلام أو حركات زين فيعقوب عليه الصلاة والسلام قالوا تبقوا كل أقول الأشياء هذي الحين أستغفر لكم سوف أستغفر لكم ربي وفي قول ثاني أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون الاستغفار وقت السحر قال ما يخالف صبره شوية أنتظر وقت السحر وقت تنزل الإلهي ويكون فيه الدعاء وإجابة الدعاء أقوى فادعوا الله لكم في وقت السحر طبعا الله هذا يقول العلماء ما عليهم مستند المهم أن سوفوا يستغفروا لهم الله سبحانه وتعالى إنه هو الغفور الرحيم هو الغفور سبحانه وتعالى الذي يغفر الدلوب جميعا ويرحم عباده فالآن ذهبوا وفريحوا واستبشروا ورجع البصر إلى يعقوب مثل ما نقولها ردت روحه إن الولد موجود ولقيناه يلا الآن نسافر نسافر إلى عزيزي مصر وهو يوسف عليه الصلاة والسلام فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه قبل آوى إليه أخاه لكن كانت بسكات خشاشي بالسر ما يبي الأمر ينفضح لكن الآن آوى إليه أبويه خلاص الآن كل الأحداث صارت واضحة أمام الناس أنا ترى أنا يوسف وذولي أهلي طيب فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمينين طبعا في القرآن تأتي كلمة مصر ممنوع من الصرف وتأتي أحيانا مصروفة شلون يعني ممنوع من الصرف يعني ما يكون عليها تنوين هنا وقالوا يدخلوا مصرا ما قال مصرا شي الفرق ما الفرق يعني بصورة البقرة مصرا اهبيطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مو بني اسرائيش قالوا حق موسى نعني بوصلوا ثوم كراثة الأشياء هذه الله أعطانهم المن والسلوة فأرادوا ماذا طعام الأدنى فماذا قال لهم الله اهبيطوا مصرا إنا لكم ما سألتم فما الفرق بين مصرا ومصرة يعني إذا كانت بالتنوين إذا كانت بالتنوين يعني اهبيطوا مصرا يعني أي مصر وأي قرية وأي بلدة مصر يعني شلو معناته مصرا يعني قرية بلدة أي مدية فالله شبح حتى عكا أن الله يقول يا أخي أنتوا تابعون بصل وثوم وبقل وهالأشياء هذه هذه أي دولة دشونة راح تلقونها المن والسلوة ما تلقونها أي مكان لكن هذا بأي مكان تلقونها لكن عندنا في سورة يوسف قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا مصرا فهنا مصرا بالفتحة مو تنوين هذا يعني بلدة مصر اللي يحكمها الفراعنة يحكمها الفراعنة وقال ادخلوا مصرا إن شاء الله آمنين الحين تدخلون بأمان بعد ولدكم هو العزيز ما حد يكلمكم ادخلوا مصرا إن شاء الله آمنين ورفع أبوه على العرش العرش هو كرسي الملك وهنا ما يعني ما ما تكبر على والدي وإحنا نعيد ونكرر إنه لابد للمؤمن من تواضع خاصة إذا رفعه الله وخاصة على والديك إياك أن تتكبر على والديك ونقول هؤلاء ما يفهمون ولا هؤلاء ما يكلمون ولا هؤلاء أمي ربك أنت شون وصلت المنصب هذا ولا شون حصلت الشهادات تتكبر على أبوك وأمك ما فيك خير ومنما نقول هذا مو كفو إنسان تكبر على أبوه أمك شعبه أمي ربك أمي تعبوه وتفعوه وكذا يعني في كثير من بلدان شلي صير على قولتهم الأبو يلحس الأرض والأم تكتكد ليش عشان العيال بدشوا مدرسة فتلقى منهم اللي يدش المدرسة ودش الجامعة ومكريوس وماجستية ودكتورة وحصل لمناصب وبعدين تنكر أبوه أمه صعد على ظهورهم حتى وصل إلى هذا المناصب هذا إنسان ما في خير هذا إنسان ما في خير لكن الحمد لله في ناس يظل متواضعا لأبيه وأمه هذا رب العالمين يبارك له ويرفعه في الدنيا والآخرة ورفع أبوه على العرش وخروا له سجد شون خروا له سجد يجوز يعني السجود لغير الله في شريعتهم يجوز في شريعتهم يجوز السجود لغير الله ولكن أي نوع من السجود يسمونه سجود تحية وإكرام هذا يسمى السجود سجود تحية وإكرام أما السجود العبادة له مستحيل مثل ما سجد الملائكة لآدم عليه السلام سجدوا هذا يسمونه سجود تحية والسجود احترام وإكرام وليس سجود عبادة سجود العبادة لا يجوز لا في شريعتنا وكذلك في الشرائع السابقة كل محرم ثم حرم سجود التحية يعني مثل تحيل لو تشوف واحد تسلم عليه السلام عليكم شلونك شخ بارك إذا كان كبير والسن والدك جدك كتبوس رأسه إكرام وتحية قبل كان إذا بيحترمون يسجدون له مو عبادة لكن هذه طريقة احترامهم مثل إحنا مو طريقة احترامنا أني أقبل رأسه أو بعض مرات يكون واحد يقبل يد والده ولا جده احترام هذا مو عبادة ما نقصد عبادة ما نقصد عبادة احترام أهم في السابق كانوا إذا بيحتموا يسجدون له وهذا فعله معاد رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان في رحلة دعوية فلما رجع سجد لنبي عليه الصلاة والسلام شون هذا ماذا يا معاد قال يوصل الله هم هناك يسجدون لملوكم انت أولى راح حق مكان يدعو إلى الله فشافهم يسجدون حق الملك مالهم كفار قال يوصل الله أنت أولى قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها هذا العظم حقه عليها لكن ما يكون السجود إلا لو كنت آمرا لو كنت آمرا طيب فما يجوز المرأة وكذلك ما يجوز للرجل أن يسجد لزوجته مستحيل والله قوي صحي كفو والله كفو الحمد لله شوف لا زال في الأمة خير في الحمد لله فيه ناس أقوياء شهداء يتغير ولا تغير للاحسن للاحسن طيب المهم السجود لا يكون إلا لله في شريعتنا لا يجوز السجود إلا لله لا سجود احترام ولا سجود عبادة لا سجود احترام ولا سجود عبادة وخروا له سجدة وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق يحيب تذكر لي قبل أربعين سوئين قبل تقريبا أربعين سنة يعني كثير العلماء يقول أربعين سنة كان بين الحادثة هذه والرؤية قد جعلها ربي حق وقد أحسن به شوفوا مثل ما قلنا خلق يوسف عليه الصلاة والسلام قد أحسن به إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدن طيب ليش ما قال قبل لا يقول أخرجني من السجن ليش ما قال أخرجني من الجب مع أنه كانت إخراج من الجب هذه اللقاء في الجب هذه سعبة كان يمكن يموت في السجن يعيش يأكل يشرب لكن في السجن وقعد سنوات في السجن لكن هذه في الجب هذه كله وقعد فيها يومين ثلاثة زيادة يموت لماذا لم يذكرها نعم أيوة لا يريد أن يعني يجرح مشاعر الأخوة لأنه قال وعدهم قال لا تتريب عليكم اليوم ترى ما في تعيير ولا في عتاب ولا في شي لأنه كان في تتريب كان قال كان ذكرها يوسف عليه الصلاة والسلام إذ أخرجني من الجب وأخرجني من السجن لكرم أخلاقه وعشان ما يبي يجرح إذ أخرجني من السجن وشوف ما قال عليه الصلاة والسلام كذلك التواضع لرب ما قال أن خرجت من السجن لما فسرت الرؤية لا رب العالمي هو لا أخرجني إذا أخرجني طبعا دائما المؤمن ينسب الفضل لمن لله طبعا هناك حوادث كثيرة حوادث كثيرة طيب يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يرسل بعض المسلمين والصحابة أن يقتل الكفار عمليات الاغتيال في الإسلام الصحيحة طيب نصح التعبير هكذا ماذا يقول الصحابة بعد ما يؤدي المهمة يقول قتله الله ما يقول يا رسول الله أنا قتلته يقول قتله الله مع أنه ولراح وكان في خطر عظيم مثل حادثة عبد الله من عتيك لما قتل أول حقيق اليهودي محمد من أسلم لما قتل كعب من الأشرف طيب وغير من الحوادث يقول قتله الله عبد الله من نيسان قتل خال النبيح فالإنسان المسلم المؤمن ينسب الفضل إلى الله أنت تحصل شهادة رب العالمي نجحني فضل الله أن حصلت النسبة الفلانية رب اللي خلاني أطلع الأول عليهم زين دائما المسلم لا كان ينسب الفضل إلى الله إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو طيب كان وين في منطقة بادية لذلك لما صار السنوات القحت تضرروا وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي شوف ما قال بعد ما قال من بعد أنكاد بي إخوتي من بعد ما يعني رموا بي في البئر قال لا نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي من بعد ما الشيطان سوى المشكلة هذه يعني شوف ما عنا يعني بلهجاش يقول تبهد البهدلة من بير ليه عبودية ليه السجن ليه كذا ليه كذا طيب وآخر شي قل بعد أن نزغ الشيطان يعني ترى ما وخواني هذا الشيطان أهو اللي قص عليهم الشيطان لكن لكن عانى عانى ولا شك أنهم اعترفوا كنا خاطئين و اعترفوا إخوانا بالخطأ الخطأ ثابت عليهم لكن هذا لكرم خلقه عليه الصلاة والسلام نسب الفضل لله و نسب الخطأ إلى الشيطان هكذا المسلم و هكذا المؤمن بعد أن نزغ الشيطان بيني و بين إخوتي إن ربي لطيف اللي ما يشاء شوفوا لطف الله إن نجه رب العالمين من الذير و بعدين باعوا و اشتراه العزيز و صار في بيت العزيز ثم وضع في السجن ثم خرج هو العزيز عليه الصلاة والسلام هذا من لطف الله هذا من لطف الله إنه سبحانه وتعالى إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم والحكيم وهذا من أعظم الأسماء الحسنة لله سبحانه وتعالى اسم العليم والحكيم موايد راح ترتاح إذا أنت استشعرت اسم الله العليم و اسم الله الحكيم نكروح حاجة ضايق ليش بلدي تعبان توع عمره شهرين و قام يأخذ كمام ربه حرام شلي حرام انت أرحم رب العالمين انت رب العالمين أعلم وأرحم وأحكم حرام ليش هدوا المساكين قام يعانون و قام سر فيهم تفجير و سر في قلقة انت أرحم من الله هل أنت أرحم من رب العالمين لا أنت لست أرحم من رب العالمين هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى إن ربي لطيف و ليشاء إنه هو العليم والحكيم ثم قال ربي قد آتيتني من الملك مرة ثانية يؤكد على هذه القضية إنه المنن من الله ربي قد آتيتني من الملك الدنيا و علمتني من تأويل حديث تفسير أحلام فأطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخر أنت ناصري وأنت سندي وين؟ في الدنيا وبعد في الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذه من أعظم الدعوات وأجمل الدعوات أن الإنسان يدعو بماذا؟ أن يتوفاه الله مسلما و في الآخرة يلحقه بالصالحين احرص على هذا الدعاء احرص على هذا الدعاء دائما في رمضان وغير رمضان فقل يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين يعني يا رب أموت على الإسلام و في الآخرة تلحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين ثم أختم بهذه الآية ذلك من أنباء الغيب يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام أنت ترى ما تعلم قصة يوسف في صار وين راح وشنو حطه بصواع الملك وين حطه ترى ما عندك خبر عن هالأشياء هذه كل الأمور هذه من وين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم ينكرون ترى أنت ما كنت قاعد بيام لما سووا المؤامرة أخوانا مقعدوا واجتماع اقتلوا يوسفا واطرحوا أرضا ترى ما كنت موجود ولا أبوهم كموجود نعلم فأنا اللي أخبرتك وأخبرتهم وقلت يوسف أنه راح تنبؤهم بعد ذلك ونبأهم بما فعلوا عليه الصلاة والسلام ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون إن شاء الله باتشر نختم الصورة لأن اليوم نحن الثمانية وعشرين باتشر تسعة وعشرين نختم الصورة وهو صحي السنة احتمال يكون رمضان ثلاثين فإذا أمد الله سبحانه وتعالى بالأعمار وكذلك إذا أمد برمضان فيكون بعد باتشر هل سنة سع وعشرين سع وعشرين خيارت رأيك عالي شوشي تقول له تسعة وعشرين خلاص طيب إذا كان ثلاثين فرح يكون فوائد صورة يوسف إن شاء الله إن شاء الله ما في سفرها على العيد طيب